السلام عليكم ازايكم؟ اخبار جديدة واخبار مهمة جدا والحقيقة لاخبار اللي معنا النهاردة مفاجأة كبيرة جدا اول مرة مليشيات الدعم السريع تتهم مصر رسميا انها قصفت قواتها داخل ميناء بورت سودان والحقيقة الاتهام خطير جدا ليه؟ من بداية الحرب انا باجي اقول لحضرتك ان خالي بالك مليشيات الدعم السريع او قوات الدعم السريع لحد دلوقتي مفرضتش سيطرتها او كامل سيطرتها عالسودان ومش من مصلحتها انها تستدعي قوة خارجية اي ان كانت هي ايه مش من مصلحتك ان انت تجيب سيطرت مصر او حتى اثيوبيا او اي دولة ما ينفعش ان انت تجيب سيطرتها بس اكون ان مليشيات الدعم السريع تتهم مصر النهاردة انت كان مغطيل جدا انت كده بتعادي مصر وبتقول انها قصفت قواتك ده بيان في منطقة الخطورة واللي غطب بيان ده صحيفة امريكية اسمها نيويورك تايمز مش بس كده وابتد اخبار تكتر بشكل كبير عن وجود انشقاقات كبيرة داخل مليشيات الدعم السريع دي وابتدى الشعب السوداني يطلع صور وهو بيقبض على جنود من جنود مليشيات الدعم السريع واكتر من كده ان فيت احروقات دولية كبيرة اوي اخبار كتيرة واخبار مهمة جدا بس عشان اكشف لك تفاصيلها لازم اقولك القصة املاوي طقية للتطورات في السودان حيث قال المتحدث باسم الجيش السوداني ان القوات المسلحة استولت على جميع مقرات قوات الدعم السريع في اندرمان بكامل عتادها وآلياتها واسلحتها التي خلفها المتمردون وراءهم اثناء هروبهم من هذه المواقع قبل ما اخش في الموضوع قبل ما اكشف لك التفاصيل خليني اقولك ان احنا معنا راعي قوي جدا ومحترم جدا وهو باترهاوس حقيقة باترهاوس موجودين عند مدينة الجلالة مدينة من الجيل الرابع لها مستقبل باهر مدينة دي بالفعل شكالة واعز اقول لحرك انها كاملة تماما جاهز على الساكت جمال المدينة دي موجود فيها منتجعة اسمه فيدالة تابع لباترهاوس منتجعة ده مميز جدا على ارتفاع 750 فوق سطح البحر هي منتجعة مبنية على مساحة 18% فقط فقط من 56 فدالة وهتلاقي بقى المساحات بقى موجود فيها خدمات يعني بحرات حمامات سباحة خدمات بيوتي سنتر جولف لعاوز تلعب جولف واي فاي سنتر دراي كلين هاوس كيپنج بص كل الخدمات موجودة هناك في منتجعة بيديالة واحسن حاجة موجودة في المنتجعة ده ان هو اصلا مبني والحقيقة العرض اللي معنا النهاردة بيستو بقى ان احنا بنتكلم مع الفلات عندهم فيلات مميزة جدا كامل التشطيب وعلى الطراز العربي الاسباني وهناك برضو فيه شريهات لو حد عاوز وحدات اصغر كمان والشريهات دي ممكن تبدأ من 65 متر فما فوق وعندك بقى كل المساحات متوفرة الجديد اللي معنا النهاردة ان بمناسبة شهر رمضان باترهاوس مدتلك عرض 25% طول الشهر اللي هو ايه اللي هو ان ان انت ممكن تدفع 25% مقدم وتاخد خصم 25% على جميع الاقصاد اللي عليك في فترة السادات هتوصل لحد 5 سنين اهم حاجة عاوز طمانك عليها ان منتجع نسبة البونة فيه وصلة 70% ولو عاوز تبص على وحداتك بنفسك الشركة هتوفر لك تسكيلة طيران مجانية عشان تيجي وبص وتعاين وحداتك بالفعل بص حضرتك منتجع فيدالة وشركة باترهاوس المضمونة جدا واللي تاريخها معروف وحسيب لحضرتك للرابط بتاعهم اسفل الفيديو ولو حابب تتواصل معاهم خش في الموضوع على طول خش في الموضوع على طول ايه المعنى النهاردة ممكن يكون مختلف بالنسبة لحضرتك واول مرة هتسمعه حقيقا ميليشيات الدعم السريع وقوات الجيش السوداني لحد دلوقتي بيتا قاتلوا حوالين العاصمة خرطوم بمناسبة نيورب تايمز تقولك القتال الموجود في الخرطوم حاليا هو مش اعنف قتال اعنف قتال موجود في غرب وشرق السودان بس والجنوب كمان انما العاصمة مش هي مركز او محور القتال الاسازي او فيها القتال الاعنف لا القتال الاعنف موجود في باقي المحافظات ايه الاخبار اللي طالعة النهاردة واسمع باقي الجديد في الموضوع اول حاجة ميليشيات الدعم السريع الثلاث النهاردة لقيتلك ايه لقيتلك احنا سيطرنا على الاصر الرئاسي بتاع البرهان مش اللي في العاصمة بس اصر الرئاسي تاني وقالوا ان هما دخلوا جوه يدوروا على البرهان ملاقهوش بساهم حالك هتشوف كده بزبط تتحول كبير ان خلي بالك الكسور الرئاسية بتبقى محمية بحرص كبير جدا فكون ان ميليشيات الدعم السريع تخش تحصل على القصر الرئاسي لتطورهان ناحية التانية طلعوا صور وفيديوهات وهم مسيطرين على مقر القيادة العامة لقوات المسلحة السودانية وقال لك والله احنا المسيطرين دلوقتي وده اخر التطورات اللي عندنا سهي محركة تشوف في فيديو كده بزبط الغيادة العامة العامة الغيادة العامة ولكل المتمردين الذين تمردوا علينا نعم الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر كل المتمرد علينا لعلوا له والله لعلوا له أربع وبعد كده قاعدوا يطلعوا كمية أخبار ان هم بيسيطروا على مباني كتير جدا وسيطرين على مطار الخارطوم وسيطرين على قاعدة مروي مقر الإزاع والتليفزيون كل ده هم عملين يقولوا ان هم مسيطرين علينا هل الكلام ده صادق ولا مش صادق والله بص ما تصدقش احنا بص احنا ماشيين بمثل ايه ما تصدقش حاجة وقت الحرب محدش هيقولك الحقيقة فوقعت تفتكر ان الكلام ده صدق حتى فيديوهات دي متعرفش قديمة ولا جديدة هم صحيح نزلوها النهاردة بس برضو متعرفش ايه الوضع بالصدق هالكاني بالاخر وده اللي ممكن اصدقه وهقولك ليه الجيش السوداني ابتدى يطلع فيديوهات على سيطرته على مقار كتيرة جدا في السودان من ضمنها ايه من ضمنها مقر اقامة حمدتي مقر اقامة حمدتي نفسه سيطروا عليه وقالك ان احنا ملقناهوش بس احنا سيطرنا عليه سيطروا على اكتر من قاعدة ليه ميليشيات الدعم السريع وابتدى يخشوا القواعد دي ويسيطروا عليها بشكل كبير وهنا انا بقولك مش قاعدة واحدة او قاعدتين لا كذا قاعدة ابتدت القوات السودانية تسيطر عليها في نفس الوقت تم النهاردة صدور فيديو ان تم اعتقال شقيق حمدتي اخوه يعني قابضوا عليه النهاردة وازهروا صور مش متأكد مش صحتها اوي بس ممكن تبص عليها اظهروا صوروا في فيديوهات وقالك كداش حقيق حمدتي في نفس الوقت حصلت كمية انشقاقات كبيرة داخل ميليشيات الدعم السريع من ضمنها ايه؟ من ضمنها رئيس المخابرات الخاصة بميليشيات الدعم السريع انضم للجيش ما لاش؟ متحدث العسكري اللي بينطق وبيزيع بيانات ميليشيات الدعم السريع انضم للجيش عدد كبير من قوات الدعم السريع استسلم لقوات الجيش الصدان بدءا لقد استجبت بتنفيذ اوامر القوات المسلحة منتدبا كقوات الدعم السريع في واجب وطني والان استجيبه بتنفيذ اوامر القائد العام للقوات المسلحة الذي اصدره ليلة امس بانهاء انتداب ضباط القوات المسلحة بالدعم السريع طيب ليه ممكن تصدق ده وما تصدقش ميليشيات الدعم السريع او تميل لده او طنصت ليه لسبب بسيط ان الوقت في صالح الجيش الوقت في السودان كل ما يمشي وعدي في صالح الجيش السوداني مش في صالح ميليشيات الدعم السريع ليه؟ لان خلي بالك ميليشيات الدعم السريع عملت حشد كبير جدا جدا قبل ما تقوم بمحاولة الانكولات بتاعها بتقدر تقول انها حشدت جميع قوتها او 90% او 70% من قوتها بتشارف في القتال حاليا إنما الجيش هو اللي اتخذ على غفلة والجيش التعداد بتاعه قوات عاملة 100 ألف وقوات غير عاملة 100 ألف برضو يعني انت كان عامتين ألف وشوية فكل ما الوقت يعدي الجيش هيعرف يعمل تعبئة ويجيب قوات جديدة ويسيطر على مقار جديدة ويعرف يتولى زمام الأمور ده حاجة تاني حاجة الأسلحة التقيلة واسلحة طهران فيه للجيش ومش فيه للمليشيات تالت حاجة لازم تعرف حاجة قويسة جدا ومهمة جدا إن مليشيات الدعم السريع معرفتش تطبق الخناق أو تعمل الانقلاب بتاعها بشكل كامل حد دلوقتي فيه بعض المقار مش عارفين يسيطروا عليها ده اللي قده إن الوقت يكون فيه صالح الجيش إن هو يستعيد قوته ويستعيد زمام المبادرة من جديد والدليل على ده إنه تم النهاردة ظهور فيديو وبرضو أنا بخلي مسؤوليتي من فيديوهات دي لإن فيديوهات دي ممكن يكون فيها معدل خطأ ومعدل صواب بس هي الناس التي تبعتها لنا أنا بعرضها لحضرتك عشان تشوف إيه اللي بيحصل بذلك ظهر فيديوهات لكوات المظلات في الجيش السوداني وقالت إنها على أهبة الاستعداد للمشاركة في الحرب معنى كده إن الوقت لما يعدي فيه قوات جديدة تتخش الحرب دي وتنضم للجيش السوداني وتهدي الوضع تماما بس حد هنا كده ما فيهوش مشكلة الحرب شغالة وعاوز أقولك نيوه التامز النهاردة بتفرج عن صور وتقولك على فكرة السودان أصبحت كتلة نار أو الدخان طلع فيها من كل حد في أغلب الأوقات لما كان بيحصل عمليات انقلاب كان بتبقى بعيد شوية عن بهدلة العاصمة يعني العاصمة بتبهدلش جامد نعم؟ عشان الناس تمسك الحكم ولما يكون فيه حركات عسكرية أو قتال أو قتال شعبي أو داخلي بيكون بعيد عن العاصمة لأول مرة العاصمة تبحرق ده اللي بتقوله نيويورك تعالش لأول مرة نشوف مشهد الخرطوم إنها بتولع كده وحرب حرب داخل الخرطوم ده مشهد نشوفش من سنين خالص واللي بتقوله نيويورك تايمز تقولك إيه؟ تقولك الحرب دي استبعد إنها تنتهي بالسلام أو مفاوضات إحنا دخلنا في مرحلة الحسب اللي اتنين حيفرضوا أمر واقع على بعض يا حمدتي حيفرض أمر واقع على فتاح برهان يعني فتاح برهان هو اللي حيفرض أمر واقع على حمدتي وهنا إحنا بنتكلم على قتل أو اعتقار ده اللي حتنتهي بالحرب بس؟ أو الموضوع ممكن متقلبش بتفاوضة أو واللي يثبت لك إن الموضوع متاخد للنهاية ده النهاردة طلع عز الدين الصافي عز الدين الصافي ده قائد كبير جدا داخل ميليشيات دعم السريع وطلع اتكلم لنيويورك تايمز صحيفة الأمريكية اتكلمهم التليفون محادسة هاتفية يعني قال لهم إيه بقى؟ لهم على فكرة خلي بالكو إن مصر تدخلت وقصفت قوتنا لما رحنا نسيطر على ميناء بورت سودان بالكو لان كوات الجيش السوداني تستخدم الطيرات بتاعتها فقص في المليشيات إلى أن الراجل قال له كده قال له على فكرة بقى إِحنا هنمتقم واحنا مش هنُمتقم وقاعد يقول تهديدات كبيرة جدا للجانب المصري ما يدولي ان الوضع مع الوقت مش فصالح الناس دي ان انت تتكلم على قوة خارجية بالذات مصر ودي على فكرة اقوى لاعب في الحدود كلها قال لي بلك حدود السودان حدود بحرية ونحية التانية مش بلد قوية اوي جنوبا اثيوبيا وشمالا مصر ومعادلة العسكرية كلها مصر قال لي بلك مصر علاقتها قوية جدا من جيش سودان ومصر هي اكبر قوة واقوة قوة عسكرية موجودة في المشهد حاليا فما ينفعش تستطيعيها ده يبقى كمة الجباء او تحاول تنتحق الناس دي خلاص شافت ان الوقت مش فصالحة فبتحاول تتكلم على مصر وتوجه الاتهام بمصر بشكل كبير طيب ايه موقف مصر حاليا هل مصر تدخل في المشهد بعد الاتهام اللي طلع من مليشيات الدعم السريع دي اللي بتقول ان احنا هننتقم وانحنا هنرد على طهران المصري والكلام ده كله هل تخش وتعمل عملية عسكرية الحقيقة الامر ده امر مستبعد لكذا سبب اولا لو جيت تبص عن مشهد حاليا هتلاقي التحركات الرسمية المصرية بتتكلم على تهدئ مفيش اي تهديد حتى بعد فيديو الجنود ما طلع مفيش اي تهديد مصري رسمي خالص ما حصلش كل حصل بيانات من وزارة الخارجية المصرية وطلع المبعوث الخاص بمصر في جامعة الدول العربية طلع تكلم وقال احنا بنسعى للوساطة والنهارده الرئيس المصر عفتاح السيسي تكلم سيلفا كير رئيس جنوب السودان واللي اتنين اتفقوا ان احنا ممكن نلعب دول الوساطة طب منين مليشيات الدعم السريع متحدد مصر ومنين مصر مش عارس تدخل عسكريا سبب بسيط جدا حرب حاليا انت مش عارس حاجة زي كده حاليا مش بتفكر في حاجة زي كده حاليا يا اما انت بتراهن ان الجيش السوداني حيحسن المشهد تبقى بعد تدخلت ما تدخلتش هي الناس دي بالوقت حتحسن المشهد ده اقتناع الشخصي دي مش حاجة انا قريطها في مقالة انا بقولك اقتناع الشخصي كده مصر ممكن ما تكونش عاوزة تخش الحرب دي بشكل مباشر وحتى لو دخلت ممكن تخش بشكل جيد مباشر لان الجيش قادر على حسم المسألة دلوقتي فتهديدات من الشيات الدعم السريع والناس دي تقول وتعمل ايه كلام ما تاخدش بيها اوي يعني فدي حاجة هامة كده حاجة تانية تعاوز اقولك عليها وليه انا مسامي الفيديو ده فيديو النهاية لان بالمناسبة ايان كان الكسبان في افتاح برهار او حمدتي الاتنين خسرانين انت تكلم للسودان خرجت برة مشهد سياسي اصلا ده اولا تاني حاجة النهاية اللي هتوصلها المعركة دي لو سيطر الجيش السوداني عالوضع في السودان لازم تعرف انها عتدي قوة كبيرة جدا للجيش السوداني ليه بداية الخلاف اصلا ان المليشيات الدعم السريع مش عادة تنضم للجيش السوداني مش عاوزين يندامج وداخل الجيش وعلى فكرة اللي قدى ان السراعي عشتعل بالشكل ده هي القوة المدنية اللي قعدت تضغط عن مجل السيادي قالت له احنا عاوزين نقل للسلطة احنا تنقل للسلطة للوقتي طب حلو لما جوم ينقلوا السلطة فيه بند من ضمن البنود ان المليشيات الدعم السريع تنضم للجيش فالقوة المدنية بتضغط على الجيش والجيش مش عارف يضغط او ان هو يدخل مليشيات الدعم السريع او حتى يجد حد سريع للوضع فحصل ايه؟ حصل اشتباك حمدتي قالك مش هنضم للجيش هفتح برهان قالك انا هكقد البلد مسكوا ببعض فاللي قدى للصراع ده كله هي القوة المدنية في السودان اللي بتضغط عاوزين السلطة دلوقتي عاوزين السلطة دلوقتي هما مش عارفين الصراع الداخلي اللي في الجيش اللي قدى لاشتعال الموقف بالشكل ده تالت حاجة اللي عاوز اقولك عليها بقى وعشان كده انا مصر ان انت تسمع الحكاية دي ان السودان من اكتر البلدان الافريقية اللي اتعرضت لمحالات انكلاب وانكلابات غير طبيعية السودان حصل على استقلاله من مصر 2 يناير 1956 عاوز اقولك ان في 1957 كان فيه وحولة انكلاب يعني لما مصر قدت الحكم الذاتي للسودان عشان هما اشققنا احبابنا انا مش اصدي اقول كلام وحش انا اصدي اقولك ان هما اشققنا بس لما خرجنا بالسودان والرئيس كمال عبدالنصر قد الحكم الذاتي للسودان مفادش سنة وتعرضت الحكومة دي لمحاولة انكلاب وكانوا مجموعة من الزباط معلش انا بستعين بالورق عشان بس اقرأ الاحداث بالضبط لان ده كان نازل في موقع السوداني هو اللي بيتكلم على الوقاعة دي اللي قام بمحاولة دي 1957 هو مجموعة من الزباط كانوا عاوزين ينقلبوا على الحكومة لكن الحركة بتاع الزباط دي فشل بس معداش سنة وقام انكلاب والانكلاب نجح واللي قام بيه حركات دينية مين؟ عبدالرحمن المهدي وده كان زعيم الانصار وعلي المرغاني وده زعيم طائفة الختمية بمساندة من الجيش تالت محاولة انكلاب ايه؟ او تالت انكلاب حصل تالت انكلاب 1969 تسعة وستين تسعة وستين شوف انا عاوزة بص على السنين المشي ازاي ما بيعديش كام سنة واربعة تلاقي محاولة انكلاب او انكلاب والانكلاب ده كان من اقوى الانكلابات واشدها لانه جيب زابط قوي جدا اسمه مين؟ اسمه جعفر محمد نميري والراجل ده فضل حكمه ممتد ليه؟ لانه هو كان شارس جدا وكان الناس بتقول عليه قوي جدا في حكمه الناس بتقول عليه طاغية اختلفت عليه الاراء بس الراجل ده فضل مسك السودان لمدة طويلة وتاني عاوزة اقل كده على حراك التاريخ اللي جاب جعفر النمير 1969 1971 اتعرض لمحاولة انكلاب على طول مستنوش اللي قام بمحاولة الانكلاب على جعفر النمير هو هاشم عطمة بس وهاشم عطمة ده كان اصلا بيقود الانكلاب مع جعفر النمير كان زميله بس حاول ينقلب عليه ومحاولة فشلت طب محاولة التانية اللي قامت على النمير كانت 1975 واللي قام بيها مقدم اسمه حسن حسين وراجل ده تعدم في الاخر بس قام كده في حركة زباط بس فشل انكلاب بتاعه وتعدم النمير عدمه محاولة التالتة اللي اتعرض لها النمير كانت 1978 وكانت قوات من المعارضة اللي موجودة في ليبيا زحفوا من الحدود الليبية ودخلوا السودان وحاولوا ان هم ينفذوا محاولة انكلاب ضخمة جدا بس النمير قعنى في مرة تصدى فيها لمحاولة انكلاب وقضى على المحاولة دي وقدر ان هو يحتفظ بحكم النمير اتعرض لأربع محاولات انكلاب وفشلوا كلهم الراجل ده عمره ما بيتم الانكلاب عليه وراجل كم قوي جدا بس عام سأقول لك حاجة في محاولة وهي اللي نجحت بس ما كانتش انكلاب قد صورة شعبية امتى 6 ابريل 1985 النمير كان في امريكا متعرفش بقى بيتعالج بيتم زيارة امريكا ليه بس في الاخر اللي احنا وصلنا له انه قامت صورة عن امير بشكل بير جدا وجد بمين بالبشير خلي بالك ان البشير لما جه جه معا الاسلاميين عشان كده هو كان ميل شوية الاخوان المسلمين عمر البشير ده البشير نفسه اتعرض لمحاولة انكلاب واكتر من محاولة كمان اتعرض لمحاولة 1990 لواء اسمه اللواء عبدالقادر كدرقه والراجل ده برضو فشل الانكلاب بتاعه ومنجحش محاولة تانية كانت 1992 وبردو فشل لحد ما دم الاضاحة بالبشير 2019 اللي انا عاوز اقول حضرتك السودان حيفضل في مرحلة الانكلابات دي كتير لان الوضع مش مستقرر اصلا والسلطة في السودان ضعيفة اديك شايف كل الناس طبعانا في السلطة القوة المدنية طبعانا الدعم السريع او مليشيات الدعم السريع دي عاوز ناخد السلطة هيا كمان الجيش بيقولك لأ السلطة دي بتاعتي بص في طمع كبير جدا لان السلطة مش قوية وما فيش حد بيقول انا قاعد لفترة معينة لأ كله بيقولك انا قاعد لفترة مؤكدة وخلاص فده اللي بيعامل مشاكل يعني مثلا يجي يقولك ايه يرويك عفتاح البرهان المفروض يسلم السلطة للمدنيين وده برضو اللي عامل مشاكل طيب فعشان مفيش حكم واضح في البلاد هتلاقي حركات انقلابية كتير وحتى لو فشلت حركة الدعم السريع ومليشيات الدعم السريع اللي انا نفسي تفشل واللي انا شايفها دي حركة اجرامية بتحاول تنقالب على بلد شرعي وحكم شرعي وعلى فكرة المواطنين السودانين شايف فيك كده بمناسبة الا ان السودان لازم يقوم على رجله بسرعة جدا ويعادل اوضاعه بسرعة جدا عشان يتلافى الانقلابات دي تاني السودان من اكتر دول افريقيا تعرضا للانقلابات من اكتر دول خلي بالك السودان دي ثلاث اكبر دولة في افريقيا كلها وكمية موارد طبيعية مهولة وصراع من امريكا وروسيا للسيطرة على موارد السودان دي بشكل كير طبيعي هديك شايف او روسيا عاوزة قاعدة بورت سودان وامريكا بتقول لأ امريكا عاوزة السودان دي تنضم لإسرائيل وتوقع على اتفاية ابراهيم عشان اسرائيل تيجي تستثمر في السودان وحكاسة ناس السودان مطمع فيجب على الاخوة السودانيين ان هم يبقوا حاذرين جدا لأيما الجاية وان هم ياخدوا بالهم من وطنهم احسن من كده ويقضوا على مشيات الدعم السريع يارب ما كنت شرحة لحضراتك الموضوع بشكل مبسط وارب نصر لمصر رب نصر لعرب تحية مصر ثلاث تحية مصر تحية مصر يا محروصة بسيف شاطر وصف حارس عليك يا مين ومن فوق السماء السابع حميك يا رب العالمين